بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذه الآيات الكريمات البينات في كتاب مولانا جل وعلا وردت ضمن سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة كما قال العلماء خير وأحب إلى الله من ألف كرامة الاستقامة هي لزوم المنهج القويم وسلوك الطريق المستقيم أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك الله حيث نهاك لذا قال جل وعلا لسيدنا رسول الله في القرآن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وقال لعباد الله المؤمنين فاستقيموا إليه واستغفروه وويلوا للمشركين الاستقامة لها ثمرات ولها فوائد يقول جل وعلا عن ثمرات الاستقامة في القرآن تتنزل عليهم الملائكة نقرأ في صورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها وهنا تتنزل عليهم الملائكة والمعنى أن الملائكة في تنزل دائم ومستمر على أهل الاستقامة ثم يقول أن لا تخافوا ولا تحزنوا ويوضح هذا المعنى في صورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم يجليه لنا في صورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا ربنا؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وإن نظرنا إلى هذه الآيات الثلاث إلى آية صورة يونس وإلى آية صورة فصلت وإلى آية صورة الأحقاف لوجدنا أن هذه الآيات يفسر بعضها بعضا أهل الاستقامة هم أولياء الله أهل الاستقامة هم أهل الإيمان أهل الاستقامة هم أهل التقوى يعطيهم الله جل وعلا عطاء عميما دون بقية الخلق يقول ألا تخافوا ولا تحزنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمعنى لا يخافون مما هو آت يعني لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ما فات يعني لا يحزنون على ما فات في الماضي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة البشارة من الله لهم في الدنيا لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبشرون في الدنيا بالرؤى الصالحة ويبشرون في الجنة بأنهم يكونون في ظل عرش الرحمن في يوم الموقف العظيم ويردون الحوض على الرؤوف الرحيم ويكونون في جوار النبي الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أهل الاستقامة في الدنيا يحيون حياة طيبة قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أهل الاستقامة في الدنيا ينعمون برغد من العيش لا يحزنون إذا حزن الناس لا يأتيهم الهم ولا الغم ولا الكرب ولا النكد ولا الضيق قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة من ثمرات الاستقامة أيضا أن الله ينعم على أهلها بحسن الخاتمة من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فأهل الاستقامة يموتون ويحسن الله لهم الختام ويكونون في الجنة تحت لواء خير الأنام أسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا مسالك أهل الاستقامة وأن يحشرنا مع المظلل بالغمامة اللهم أمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته